السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب اليوم رح ناخد درس جديد وهو المتباينات للصف الثاني متوسط ما هي المتباينة؟ المتباينة هي عبارة عن جملة تحتوي على إشارة الأكبر أو إشارة الأصغر مثل مثلا نقول له سين أكبر من تسعة هذه تسمى متباينة وقد تكون مثلا صاد أصغر أو يساوي سالب خمسة أيضا قد يضاف إليها أو يساويها هذه نسميها متباينة رح ناخد مثال بيّن ما إذا كانت كل متباينة في ما يتيه صحيحة مخاطئة عند القيمة المعطئة مثلا يعطيني قيمة كالتالي يقول لي مثلا ألف زائد اثنين أكبر من ثمانية إذا كانت الألف تساوي خمسة هنا في هذه الحالة نعوض عن الألف بالقيمة خمسة يصير عندي خمسة زائد اثنين أكبر من ثمانية نتأكد الآن نشوف خمسة زائد اثنين يساوي سبعة أكبر من ثمانية إذا هذه الجملة خاطئة مثال آخر إذا كان لدينا الجملة التالية نون ناقص ستة أصغر من خمسة عشر إذا كان النون يساوي ثمانية نعوض عن قيمة النون بالعدد ثمانية ناقص ستة أصغر من خمسة عشر ثمانية ناقص ستة يساوي اثنين أصغر من خمسة عشر إذا قرأناها من جهة الخمسة عشر الفتحة فتحة الإشارة بتجاه الخمسة عشر تقرأ خمسة عشر أكبر من اثنين إذا قرأناها من الاثنين الفتحة مو معاهد اثنين اثنين أصغر إذا كان لدينا المتباينة التالية ثلاثة باء أكبر أو يساوي أربعة وعشرين عندما تكون الباء تساوي ثمانية سنبدأ مباشرة في التعويض عن قيمة الباء سالب ثلاثة باء يعني سالب ثلاثة ضرب سالب ثلاثة ضرب ثمانية أكبر أو يساوي أربعة وعشرين سالب ثلاثة ضرب ثمانية يساوي سالب أربعة وعشرين أكبر أو يساوي أربعة وعشرين هل سالب أربعة وعشرين أكبر؟ ليست أكبر وغير متساوية أيضا في احتمال الثاني أن تكون متساوي سالب 24 ساوي سالب هذه خاطئة أيضا إذن هذه العبارة خاطئة ناخد عبارة أخرى إذا كان لدينا سالب 2 أكبر من 5 صاد ناقص 7 عندما تكون الصاد تساوي 1 نبدأ بعملية التعويض عن الصاد بواحد سالب 2 زي ما هي ما نغيرها 5 ضرب 1 ناقص 7 سالب 2 أكبر نضرب أولا الأولوية للضرب نضرب بعد ذلك نطرح 5 ضرب 1 5 ناقص 7 يصير عندي سالب 2 أكبر 5 ناقص 7 سالب 2 هل سالب 2 أكبر من سالب 2 أو متساوي؟ متساوي لكن موجود عندي فقط أكبر إذن في هذه الحالة تكون الإجابة أيضا خاطئة ناخد أيضا نضيف مثالين إذا كان لدينا سين ناقص 4 أقل من 6 حيث أن السين تساوي 0 نعوض الآن عن السين بصفر 0 ناقص 4 أصغر من 6 0 ناقص 4 ناقص 4 أصغر من 6 أي عدد سالب هو أصغر من الموجب إذا قرأناها من سالب 4 تقرأ سالب 4 أصغر من 6 إذا قرأناها من 6 الفتحة مع 6 تكون 6 أكبر من سالب 4 فإذن العبارة التالية صحيحة المثال الأخير بالنسبة للفقرة الأولى إذا كان لدينا ثلاثة سين أكبر أو يساوي أربعة إذا كانت سين تساوي واحد نبدأ بالتعويض نعوض عن السين بواحد ثلاثة ضرب واحد أكبر أو يساوي أربعة ثلاثة ضرب واحد يعطيني ثلاثة أكبر أو يساوي أربعة هل الثلاثة أكبر من الأربعة وتساوي الأربعة؟ هذه الجملة خاطئة ننتقل إلى مثال آخر وهو مثال التمثيل البياني للمتباينات مثل بيانيا المتباينات التالية على خط الأعداد خط الأعداد طبعا هو المقصود بخط الأعداد الصحيح واحد إذا كان لدينا سين أكبر من اثنين التمثيل يكون كالتالي أولا نرسم خط الأعداد يكفي طبعا فقط أدبها حلة بالتفصيل مثال أول هنا بيكون عندي صفر ثم بالاتجاه اليمين لعداد الموجبة واحد اثنين ثلاثة إلى ما لا نهاية ثم عندي سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة أيضا إلى ما لا نهاية باتجاه اليسار نقوم بتحديد العدد اثنين هذا العدد اثنين على خط الأعداد هذا هو الاثنين نضع له دائرة مفتوحة طبعا ليش دائرة مفتوحة دائرة مفتوحة إذا كان لا يوجد أو يساوي يكون عندي مفتوح إذا كان لا يوجد أو يساوي فقط أكبر أو أصغر الدائرة تكون مفتوحة سين أكبر يعني ما هي الأعداد الأكبر من الاثنين الأعداد الأكبر من الاثنين هي ثلاثة أربعة خمسة إذا نكون اتجاه المدى باتجاه اليمين يعني الأرقام علشان تكون هذه المتباينة الصحية هي ثلاثة أربعة خمسة فنتجه باتجاه اليمين هذا بالنسبة إلى مثال واحد للفقرة الثانية إذا كان لدينا سين أقل من الواحد أيضا ما يحتاج طبعا نحط في خط الأعداد جميع الأرقام خلع باتجاه اليمين يكون فقط ناخذ العدد واحد هذا العدد واحد الدائرة مفتوحة بهذا الشكل مفتوحة نتجه سين أصغر من الواحد هذه طبعا الفتحة مو مع السين فتقرأ سين أصغر من الواحد إذا بدأنا القراءة من السين الفتحة مو معه فأقول لها سين أصغر من الواحد العداد الأصغر من الواحد تكون باتجاه اليسار وهي صفر سالب واحد سالب اثنين إلى ما لا نهاية هذا بالنسبة لسؤال اثنين أيضا ناخذ المثال على التمثيل ثلاثة إذا كان لدينا يقول له سين أكبر أو يساوي سالب أربعة أيضا هنا التمثيل مباشرة نضع له بهذا الشكل خط هذا عندي سالب أربعة بهذا الشكل هنا بتكون عندي الدائرة مغلقة نخليها تكون مغلقة ليش؟ لأنه وجود أو يساوي ما أنه فيه أو يساوي نخليها مغلقة سين أكبر من سالب أربعة العداد اللي دائما نقرأ فيها المتغير الأكبر يعني نقول له سين أكبر صاد أكبر ألف أكبر يكون اتجاه باتجاه اليمين العداد الأكبر يكون باتجاه اليمين على خط الأعداد بهذا الشكل أيضا ناخذ مثال أربعة إذا كان لدينا نون أصغر أو يساوي سالب واحد هنا بيكون عندي نون أصغر أو يساوي سالب واحد نمثل على طول هذا هو سالب واحد فنقول له مغلقة بهذا الشكل قيم النون الأصغر من سالب واحد بتكون باتجاه اليسار لأنه أصغر مثال خمسة إذا كان لدينا نون أكبر من سالب واحد بهذا الشكل أكبر من سالب واحد هنا على طول نقول له هذا هو العدد سالب واحد مفتوح ليش مفتوح؟ ما في أو يساوي لا يوجد أو يساوي فقط قال لي أكبر الأعداد الأكبر من سالب واحد نون أكبر باتجاه اليمين هذا بالنسبة لتمثيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته